السلام عليكم والرحمة الله وبركاته من فضلك للاشتراك والآيك وتعليق بصور أسوأ عشر أخذية للصحة يجب أن تتخلى عنهم وما هي بدائلهم الصحيات الصحة الجيدة تبدأ من التخذية الصحيات السليمة والتي تشمل كافة العناصر الغذائية الصحيات التي يحتاج إليها الجسم بشكل متوازن ويشير خبراء التخذية إلى أن أفضل الأخذية الصحيات هي الأخذية التي لم يجرى عليها أي معاملات وتوفر العناصر الغذائية الأساسيات مثل البروتين والكرب وهيدرات والدهون الصحيات والمعادن والفيتامينات والألياف وكما أن هناك أخذية صحيات ترفع مستوى صحة الإنسان فإن هناك العديد من الأخذية التي يمكن أن تسبب تدهور في صحة الإنسان وهذه الأخذية وللأسف باتت الأكثر انتشارا في المجتمعات الحديثة هنا سوف نعرض لكم أسوأ الأخذية على صحة الإنسان أسوأ الأخذية لصحة الإنسان وبدائلهم الصحيات واحد اللحوم المصنعة اللحوم المصنعة أخذية غير الصحيات تعد اللحوم المصنعة في صدارة أسوأ الأخذية على صحة الإنسان على الإطلاق فلها دور كبير في إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض مثل أمراض سرطان والقلب والتصلب الشرايين ويتم حفظ هذه الأخذية بمركبات كيميائيات ثبت دورها المباشر في الإصابة بسرطان لا سما سرطان القولون كما تحتوي أيضا على كميات عالية من الملح والدهون والكولاسترول مع فقارها بالألياف ولحوم المصنعة مثل الانشون والسوسيس والهوتدوج ولحوم الباردة للقر والرومي والدجاج والأسماك وأيضا البرجور والبسترمة ما هو البديل اللحم المسلوق بديل صحي يفضل تناول اللحوم بطرق التقليديات لتحضيرها مثل اللحم المسلوق والمشوع مع تناوله بالاعتدال والتخلص من دهونه لأن تناول الكثير من اللحم الغني بدهون يسبب الإصابة بنقرس وأمراض القلب وارتفاع الضغط والكولاسترول اثنان مشروبات الصودة مشروبات الصودة مضرر صحة الإنسان تعد مشروبات الصودة من أخطر الأغذية على صحة الإنسان حيث يرتبط الإفراط في تناول المشروبات الغازيات بالإصابة بسرطان وسقري والسمنة وأمراض القلب وتساقة الأسنان وإضطرابات الهبن ولا ينبغي التفرق بين مشروبات الصودة العادية ودايت حيث أن مشروبات الدايت تحتوي على سكريات صناعيات لها دور مباشر في الإصابة بسرطان ما هو البديل مشروبات الفواكه مفيدة للصحة يمكن الاستغناء عن مشروبات الصودة بلاتجها إلى العصائر الطبيعيات التي يتم تجهيزها في البيت وتكون خالية من السقر أو ماء الفواكه الذي يتم شربه بدلا من الماء ويتم تحضيره من إضافة عصير الفواكه مثل البطيخ إلى الماء المثلج السقريات الصناعيات أو المحليات الصناعيات باتت واحدة من أخطر الأغذية على صحة الإنسان لإرتباطها المباشر بأمراض صرطان والتسبب في زيادة الأكل المفرط السقريات الصناعيات أخطر الأغذية على الصحة ما هو البديل العسل بديل صحي للسكر يمكن استخدام السقار الستيفية والذي يستخرج من النبات الذي يحمل نفس الاسم وهو ذو درجة تحليات عالية مع انخفاض صعورات الحرارية كما يمكن استخدام العسل الأسود وعسل النحل كبدائل في التحلية أربعة الدونتس والمعجنة المخبوزة دونتس والمعجنة المخبوزة أخذية سيئة للصحة الطعم الرائع الذي يصاحب أكل الدونتس يأتي معه العديد من المشاكل الصحية فدونتس وهي عبارة عن معجنات سكرية عالية جدا بسعارات والدهون المشبعة والكرب وهي دورات البسيطة وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن المفرطة مع انحضار واضح في عملية الهبن ما هو البديل مخبوزة شوفان لها فوائد للصحة يمكن تخلي عن الدونتس والمعجنة المخبوزة بتحول إلى المخبوزة المحتوية على دقيق الشوفان أو الشعير وهي مخبوزة ذات قيمة غذائية عالية وتعمل على تنظيم الهضم وتضيف فائدة غذائية عالية خمسة رقائق البطاطا الشويبوس والبطاطس الفرنسية والبطاطس الفرنسية رقائق البطاطا من الأخذية المضرة تحتوي رقائق البطاطا البطاطس على كرب وهي دورات سيئة للصحة تسبب السمنة كما أنها تحتوي على مركبات مسراطنا تتكون نتيجة تعرض الأخذية عالية الكرب وهي دورات لدرجات الحرارة العالية مسببة انطلاق مادة مسراطنا تسمى الأكريلاميد ما هو البديل الفشار بديل صحي للقطاط المقلية يمكن اللجوء إلى الفشار المحضر في الهواء أو مع قليل من زيت نباتي في المنزل حيث أنه منخفض الصعرات وله فوائد صحيات للجسم ستة الحلوية الحلوية من أسوأ الأخذية للصحة تحت وللحلوية سواء الحلوية الغربيات مثل التورة والجاتوه والكيك أو الشرقية مثل المصبوسة والكنافة والجلاش على كميات كبيرة جدا من السقريات الغير الصحيات وكذلك الدهون المشبعة والحلويات تسبب العديد من المشاكل الصحيات مثل ارتفاع السقار في الدم وزيادة خطر الإصابة بسكري كما أنها يمكن أن تكون سببا مباشرا في الإصابة بأمراض القلب والتصلب الشرين وزيادة الكوليسترول والسمنة المفرطة ما هو البديل جران ولا بديل صحي للحلويات يمكنك تجنب تناول الحلوية واستبدالها بأخذية صحيات مثل جران ولا شوفان واللبن الزبادي بالفواكه أو الفواكه المخبوزة الغير مضاف سقار إليها سبعة الأغذية المقلية الأغذية المقلية مضار للصحة وجد أن تناول الكثير من الأغذية المقلية يسبب العديد من المشاكل الغذائية مثل السمنة والسقاري والسرطان والقلب كما أن القلي يدمر الكثير من العناصر الغذائية الضرورية ما هو البديل اللحوم المخبوزة بديل للقلوي صحي أكل اللحوم والخضروات المشوية أو مخبوزة في الفرن ويمكن لها استمتاع بأكل الخضروات صوته للحفاظ على قيمتها الغذائية ثمانية البيتزة البيتزة من أكثر الأغذية ضررا تعتبر البيتزة واحدة من أكثر الأغذية شعبية في العالم إلا أن أغلب أنواع البيتزة مضر للصحة خاصة إذا تم تناولها بالانتظام فالبيتزة منخفضت القيمة الغذائية وتصنع من الدقيق المكرر وغالبا من اللحوم المصنعة مما يجعلها سبب رئيسا في الكثير من الأمراض مثل السمنة والقلب والسرطان ما هو البديل البيتزة الصحيات في المنزل يمكن عمل البيتزة في المنزل وإضافة الأخذية ذات القيمة الغذائية العالية مثل الخضروات والأسماك مع استخدام القليل من الدهون ودقيق تسعة الخبز الأبيض الخبز الأبيض مضر لصحة الخبز الأبيض يصنع بالكامل من الدقيق المكرر المنخفض في القيمة الغذائية والذي يسبب زيادة الوزن وزيادة السقار في الدم ما هو البديل الخبز الأسمر بديل صحي للخبز الأبيض الخبز الأسمر والخبز المصنوع من العديد من أنواع القمح مثل الشعير وشوفا وهو بديل مناسب وصحي للخبز الأبيض عديم القيمة الغذائية عشرة الآيس كريم الآيس كريم مضر لصحة أغلب أنواع الآيس كريم غنيات جدا بالكثير من السقاريات والدهون وأكل الآيس كريم بانتظام يمكن أن يسبب بعض المشاكل الصحيات مثل السمنة وأمراض القلب ما هو البديل الفواكه المثلج بديل صحي للآيس كريم يمكن أن تصنع في بيتك العصائر ووضعها في عصا لتصبح متجمدة في الفريزر لو سمحت لا تنسي للاشتراك والآيك والتعليق برايك وشارك الفيديو مع الأصدقاء ليستفيد الجميع والسلام عليكم والرحمة له وبركته السلام عليكم